اهلا بكم بعث فخامة رئيس الدكتور رشاد محمد العليمي رئيس مجلس القيادة الرئاسي برقية تهنية الى فخامة الرئيس دين بولارات رئيس جمهورية بيرو بمناسبة العيد الوطني لبلدها الصديق وعرب رئيس مجلس القيادة الرئاسي باسم وعضاء المجلس والحكومة خالص التهاني وطيب التمنيات للرئيس دين بولارات بمنفور الصحة والسعادة ولحكومة جمهورية البيرو وشعبها الصديق التقدم والازدهار وللعلاقات الثنائية بين البلدين التطور والنماء التقى فخامة رئيس الدكتور رشاد محمد العليمي رئيس مجلس القيادة الرئاسي ومعه عضو المجلس عثمان مجلي بالقصر الجمهوري في مدينة المكلة أصحاب الفضيلة العلماء وأئمة المساجد وخطباءها ولجنة إصلاح ذات البين وذلك بحضور محافظة حضر موت الأستاذ مبخوت مبارك بن ماضي ونوه رئيس مجلس القيادة الرئاسي بالدور الفاعل للعلماء الأجلى وخطباء المساجد وأئمتها في تحصين النشئ والشباب ضد التطرف والأفكار الإرهابية المدمرة مشيرا إلى أن مجلس القيادة والحكومة واليمنيين جميعا يعولون كثيرا على دور العلماء ولجنة إصلاح ذات البين في تعزيز الجبهة الوطنية لمواجهة المشروع التخريبي الإمامي الإيراني في المنطقة قال وزير الإعلام والثقافة والسياحة معمر الإرياني إن ميليشيا الحوث الإرهابية تواصل بيع الوهم والترويج لانتصارات الوهمية فيما الحقيقة تقول أنها مجرد أداة لتدمير اليمن واقتصاده وتحويل أراضيه إلى حلبة للصراعات والحروب العبثية وساحة لتصفية الحسابات الإقليمية والدولية وأضاف معمر الإيراني في تصريح صحفي إن ميليشيا الحوثي تعاملت مع الخسائر الكارثية التي تكبدها الاقتصاد الوطني جراء غارات العدوان الإسرائيلي الغاشم على ميناء الحديدة بنوع من اللامبالاة واللامسئولية مشيرا إلى أن التقديرات الأولية تشير إلى أن تلك الغارات الجوية أدت إلى تدمير وتضرر غالبية المباني والمرافق والمعدات والآليات والبنية التحتية والمنشآت النفطية في الميناء التي استغرق بناؤها عشرات السنوات وكلفت الخزينة العامة للدولة مئات الملايين من الدولارات تقلصت قائمة المرشحين لخوض الانتخابات الأمريكية مع كمال هاريس المفترض ترشحة لرئاسة الأمريكية عن الحزب الديمقراطي مع خروج حاكم ولاية نورت كارولينا روي كوبر وحاكمة ميشغان كريتشين ويتمر وانصحب كوبر من قائمة مرشحي نائب الرئيس قائلا في بيان تشرفت بكوني في هذه القائمة فقط لم يكن هذا هو الوقت المناسب بالنسبة لنورث كورينا وبالنسبة لأكون مرشحا لمنصب وطني وتوقفت هاريس عن نشاطات الحملة هذا الأسبوع وقال مصدران مطلعان إنها أجرت محادثات خاصة مع عدد من المرشحين بينهم حاكم ولاية بنسلفانيا جوش شابيرو قال نائب بالبرلمان في كوريا الجنوبية نقلا عن بيانات حكومية إن حملت كوريا الشمالية الأخيرة لإرسال بالونات محملة بالقمامة باتجاه كوريا الجنوبية عطلت عمليات مطار انتشون الدوليب البوابة الجوية الرئيسة للجنوب في اثنتي عشرة مناسبة وأضف النائب يانج بو نعم من الحزب الديمقراطي المعارض الرئيس أغلقت مدارج المطار مدة مائتين وخمس وستين دقيقة في اثنتي عشرة مناسبة بسبب البالونات المرسلة من كوريا الشمالية ووفقا لوكالة الاستخبارات الجنوبية أرسل الشمال ما مجموعه ثلاثة ألاف وستمائة بالون محمل بالقمامة باتجاه كوريا الجنوبية هذا العام فيما يدعي الشمال أنها معاملة بالمثل بسبب النشطاء الكوريين الجنوبيين الذين يرسلون منشورات دعائية عبر الحدود ختام الموجز دمتم في أمان الله اشتركوا في القناة